موسيقى في 2007 وزارة الصحة دارت مشروع لبناء لإنجاز 53 مركز خارجي لعلاجه وهذا يعني مشروع ضخم هذا المركز هذية كان المشروع هو لبناء 53 مركز خارج في كل الولايات وصل اليوم مركز الراهي شغاله يوجد 46 مركز في كل الولايات وهذا شيء مهم جدا وربما هذا المركز الواسيطة تسموه هكذاك مركز الواسيطة لعلاج الإدمان ليها منتشرة كل في كل الولايات ربما تكون هي ركيزة للوقاية وللعلاج لما إنسان يحب يعالج يتوجه لهذا المركز ليها في كل الولايات وراعنا في كل الولايات البلد تعنا شاسع والولايات ركيزة الواسيطة وصل 58 مركز نحن ندلنا مشروع تاعة 48 مركز كين مركز في كل الولايات وكين الولايات اللي فيها زوج حتل ثلاثة في جزائر العاصمة كين مشروع تاعة ثلاثة مركز عدنا منهم زوج بتاع شريعة شرقة وبرش الكيفان والثالث ربما يكون في وسط الجزائر هذاك في الشرق هذاك في الغرب وعندنا مركز استشفائية يعني في حالات لإدمان هذا يتطلب دخول إلى المستشفى في حالات ربما نقدر نقول قليلة لأن المستشفى ما راش هو الحل وهذا الفكرة مفهوم في المجتمع أنه المستشفى هو دوات المدمن ما كانش من هذا الفكرة ما شاء هذه خاطئة لأن الاستشفى هو فطرة من العلاج وأصعب علاج هو ما قبل المستشفى وما بعد المستشفى عندنا الخصائيين اللي هم مكونين فيه وزارة الصحة تعالى عندنا أكثر من مئة شخص اللي تكونوا طباء زملاء طباء عامون عندهم تكون تعامون نص يصبحوا مختصين في علم الإدمان وهما اللي رهم شدين هذا المراكز هذا وكاننا كذلك على طباء مختصين دي بسيكاتر كذلك ما عندنا شعر عدد كبير تعالي بسيكاتر لأنهم شدين هذا المراكز هذه مدن الكبرى لدينا دي بسيكاتر ما في مدن كلها لدينا دي مدسان ديكتولوج على خطر الكوين الأولي لفورماسون إنيسيال ما فيهاش هذا المصائب هذه جديدة عندها عشرات سنين ما عندهاش مئة سنين كم أمراض أخرى يعني ماش مدروسة في الجامعات نيبولي بسيكولوج أخصائي النفسانيين نيبولي ميسا توق الميسا لسانتي أفو لك لفورمول دي سيئاس شهادات شهاد دراسات مختصة يعني كونا أربع فواج تاعة 30 30 30 وليوم رحي كينا فوج رحو بدأ تكوين داع الشهر اللي فات في وهران درنا تكوين في بليدات تكوين في جزا العاصمة درنا آخر تكوين في النابل يتم وتكوين اللي بدا رحو في وهران اليوم في 2022 الرقم اللي عندنا هو أكثر من 27 ألف طلب علاج من 6 ميل 27600 demandeurs de soins في 2022 هذا يدل على ارتفاع الطلب و هذا يفرح لأن الناس ربما تغيرت النظرة و ربما يشتعبوا أو أمراض كسير الأمراض أو أو العائلات يقدموا العلاج و لا يبقوا يغير في هذه العقاب لدينا الأخصائي يتكون في جالسات تحفيزية قبل ما يبدأ يعلج يوزن الرغبة على الشخص الذي يريد أن يقلع و كذلك يتقن أنه حقيقة رائح يروح للعلاج الحقيقي لذلك الأول هي المتبع لذلك 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 لدينا لدينا مختلفة لإنسان لذلك لذلك أنه حسب إليه لذلك بصغر بصغر لذلك أدوية في حالات كاين أدوية لتنقص من القلاق لكن لازم المهني هذا لازم يأسرحه باش ما يستعملش الدواء اللي راح يتوالف ثانو يكون إدمان على العلاج ذاك كاين خصوصيات على بعض العلاجات كما مثلا الأدوية البديلة يدخل في بلدنا في 5 جنوبي 2021 وقدرنا تجربة أولية هذا العلاج يعتمد على قدرة الدواء هذا أنه يعوض المخدر لكن مع الأسف لا يهمش كل المخدرات يهم صنف خاص من المخدرات ومالعفيونات لزوبيويد منهم ليروين اللي هو شديد الإدمان منهم كذلك كينا نسيرو يستعمل عندنا ثاني كذلك عند المدمنين عكوديين وكذلك سيبيوتكس اللي هو دواء موش مسجل عندنا في الجزاء لكن يجيبوه ويدان يديرو بحقا سيبيوتكس معروف ومستعمل جدا تاني سيتون أوبيويد هذا ما لما يكون عنده إدمان على هذه المواد هذه والإدمان هذا شديد والإنسان ما يقدرش يتخلص منه وحده إلا بصعوبة كبيرة ما يقدرش لازم نطوله دواء هي لاميتادون يستعملها عوض هذا السمه ونعطوها له بصفارة يدرك المسترام وقيدة موجودة عندنا في سبع مراكز نحن بدنا في مركزين اثنين لتجريب في الجزائر وبليدا ودركة عممناها لعنابا وقسنطينا تيزي وزو وحرب ورانا في عميلة تقييم هذا البرنامج هو يبقى برنامج تجريبي اشتركوا في القناة